موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي جماهير الأهل العظيمة جماهير أعظم النادي في الكون أهلا مرحبا بكم وحلقة جديدة من الستوديو التحليلي ونهاردة حيكون مبارا مهمة جدا من النادي الأهلي أمام بتروجيت في نص نهائي كاس مصر النسخة الأديمة 21-22 يعني 21 اللي هو 20-21 اه عندنا اتنين كاس مصر واحد قديم اللي هو بتاع السنة اللي فاتت 20-21 وفي كاس مصر الجديد اللي هو 20-22 لو محدش عارف هعرف حضرتك مبارا مثلا كان فيه ماتش بين المقاولين والجونة في دور الستاشر لكاس مصر لكن ده الكاس الجديد اللي هو بتاعه 20-22 إنه ما ماشي النهاردة كاس مصر القديم اللي البعض أصر على عودته إسرار وكأنه ضامن إنه ياخد بطولة وكان فيه ضغط جمد جدا 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 على اتحاد الكرة عشان يكمل كاس مصر القديم لكن ما كان شو هو ده الغرض الغرض إيه؟ الغرض أغرض كتير مش غرض واحد أول حاجة إجهاد النادي الأهل عن طريق ضغط مبارياته وده مش جديد ده مش كلام يعني ده مش كلام يعني ده كلام أحد رؤساء الأندية المنافسة الموسم الماضي اللي طلع في إحدى القنوات واعترف إنه اتفق مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة اللي كانت بتدير اتحاد الكرة في ذلك الوقت على ضغط مباريات النادي الأهل تعمد يعني إجهاد يعني زيادة فرص فقدان نقاط لمصلحة المنافس وما حدش الغريب إن ما حدش تكلم وما حدش قال حاجة خالص والغريب واللي قلته قبل كده وحكرره تاني وتالت ورابع إن اللي طالبه باستكمال كاس مصري القديم هم نفسهم اللي دلوقتي بيقولوا لازم النسخة دي من الدوري العام تتلغي يعني عايزين يكملوا كاس الموسم اللي فات عشرين واحد وعشرين إنما في نفس الوقت الدوري السنة دي اللي شغال دلوقتي ده وبتلعب لازم يتلغي دي حاجات طبعا غريبة وبنشوفها على طول في الرياضة المصري أو في الكرة المصري بتشوفها على طول بقى لها كذا سنة كمان بتشوف العجب العجب في الكرة المصري ترجمة نانسي قنقر